في تعز ايضا اصيب مدني مساء الخميس برصاص قناص من ميليشيا الحوث الارهابية شمالية شرق المدينة المحاصرة ووفق مصادر محلية فان مدنيا في العشرين من عمره يدعى وهيب اليافعي اصيب برصاص قناص حوثي امام منزله بالقرب من بريد الروضة في حي كلابه المصدر قال ان الضحية تم استهدافه من مواقع الميليشيا المتمركزة في معسكر الامن المركزي ومنذ بدء الهدنة الاممية في مطلع ابريل الماضي استشهد واصيب نحو تسعين مدنيا معظمهم من الاطفال والنساء في عمليات قنص وهجمات بالمدفعية نفذتها الميليشيا في مناطق متفرقة في المدينة كلابه رميع علي القناص الامن المركزي واني رميع علي وانا جالس بقصة اخبار الوالدة واختي وخلاص تم استهداف المواطن وهيب ابو بكر اليافعي في منطقة بريد الروضة في كلابه هذه المنطقة هي خط تماث يتم استهداف المدنيين منذ 8 سنوات حتى في اثناء الهدنة نطالب المؤمن المتحدة ومنظمة الدولية بحماية المدنيين بالضغط على هذه الميليشية الإرهابية بعدم استهداف المدنيين كونه في منطقة خط تماث واسر محاصرة نعاني الامرين في هذه المنطقة